السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناتي شهيوات فتحة كولون اليوم جيت نقترح لكم رولي الدجاج كي يجي رائع في المدق وفي المنظر وسهل في الخدمة ديالو ان شاء الله نتمنى تتبعوا الفيديو ومتفاصيلو باش تشوفوا هاد رولي الدجاج كيف انا درت له شي حاجة اللي بسيطة وسهلة وراقية في نفس الوقت تنفعنا في هاد الشهر الفاضيل النوعو بها الطاولة ديالنا كي يجي ممتاز كي يجي ببنين وهمي وراه غادي يبغي وولدتنا وحتى موالين الدار ديالنا علاش الله ما تجربوش نخليكم تفرجوا في الفيديو باش تعرفوا تفاصيل هاد الرولي وباش انا عمرتوا فرجة ممتعة وتابعوا تفاصيل الفيديو كي نحتاج كمكونات عندي اولا 1 500 غرام انتاع لداند يكون فيلي هادي هو من تشيريوه يعني سيغطلوا شيريته من المتجر القبرات ما قولوا له يصايبوا لكم هذا كبلي يصايبوا لكم قولوا اعطينا فيلي ما كانش راه ساهل تقديروه وتقطعوه تل راسكم بعد انا غادي عاد نضربوه مزيان بهذيك المطرقة انتاع الخاصة باللحوم ضربتو بهذا الشكل هذا كان نجيب واحد البلاستيك غدائي كان نحطوه من تحته كان نحطو هادا كل الفيلي دينا وكان نرجعو نسدو عليه بالبلاستيك غدائي من الفوق وكان نضربوه بهذا المطرقة الخاصة باللحوم شي حاجه اللي يزوينا كان ننصحكم انا كم تشريوها وتخليوها في الدره تنفعكم حتى في العيد الكبير كان نضربو بها القوتلت مفاش كيكون الحولي كبير وعندي 10 درهم هذا الفرماج هاد النوع هذا عندي 10 درهم هادا كل لداند فيمي وعندي المكونات عندي نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود عندي ملعقة صغيرة توابل ديال الدجاج عندي شوية اكلي الجابل محكوك عندي ملح غادي نحتوج شوية ملعقة هكاولا ملعقة ونصف انتاع الزيت وغادي نحتاج التوم باودر والبصلة باودر وغادي نحتاج حتى الصوص صوية واحد الملعقة هادو اللي غادي نحتاجهم باش غادي نسم هاداك الدجاج مبعد ما غادي نضربه مزيان راه هادو هادو كناراني شارية غي عشرة درهم لداند فيمي وعشرة درهم هاداك الفرماج يعني ماشي شي ماشي شي حاجة رايلا كانت الكمية قليلة تقدروا تشري واقل وكان جيب هاد طريقة هادي وكان غطي وريتكم الطريقة باش كي كان ندير له انا وكان بقى ندرب ونجبد من الوسط هاداك تضرب ماشي غادي تقاية تدربة لا كتدربة وكتمشي هاداك اللحم باش يتصرح ويجي رقيق وزوين هادا هوا شكل ديالو من بعد انا مدربتو رايلا تنفعكم مزيان قلت لكم حتى في الحمليستيك انتال الحم في القطلت مين كان بغيون شبوه كيكون كبير في مثلا في العيد الكبير راه كانت تنفعني هاداك بزاف بزاف ماشي شي حاجات شريتها انا بعشرة درهم خليها في الدر كتنفعني هادا المترقة هاداك وكان وصل باش ندرب بقى على الاداند اللي عندي بهاد الشكل هادا من بعد غادي نجيب انا في الول استعملت الطبصيل ما كانش خاصة استعمل الطبصيل كان نغمالما ندير السولوفان ونخدم فيه ميز زوجان انا ندرت لها بحلقة تك باش غادي ندهن هاداك اللاداند ديالي جبت انا يا ذاك العطور اللي وجيت في طباسية وستعليهم واحد لميل عقا كبيرا تعصو الصوية إلا ما كتحفضلوش انك هادية لها ديروا غير القليل واحد ميل عقا سا غير انتعصو الصوية او كان ندرب و كان نحرق بهات الشكل هادا مع ذاك الزيت مع ذاك التوابل اللي ذكرت لكم في الاول وكان نبقى ندهن هذاك الصدر الاذاك اللاداند اللي انا ضربته ارجعته فى الى بهدي الشكل هادا كان ندهنه مزيان و كان نبقى نحط فيه لاداند في مي بهات الشكل هادا وكان نرجع نحط فوقه هاد الفروماج هادا اللي كان نضحك عليها انا كنسميه فرماج طومو الجيغي إذا كنت تعقلوك كان دايما ذاك الفار يمشي ذاك الفرماج كان بغي نزعق معاولي ذاتي كان نقول لهم فرماج طومو الجيغي وكان نبقى اللف بهذا الشكل هذا نبقى ندور هاداك الفيلي ونجبد عندي السلوفة ندور ونجبد مبعد نكمل له الدورة بهذا الشكل هذا ومين نكمل له اللفة والدورة غادي نبقى ندور بالعكس بحال هاد الشكل هادا باش يتبلعلي مزيان وما يتحليش من ديروي طيب ان شاء الله بهاد الشكل كيف ما كتشاهدوا سنعود معاكم الزوجة راه شيء سهل وبسيط وفي نفس الوقت يعطينا واحد الاضافة ياني شيء حاجة جديدة نوعها على وليداتنا راه الاغلبية كيعرف يدي الرول اللي ينتجج فيه وصفات عديدة وحشوات كثيرة ان شاء الله نشارك معاكم حشوات يجيب حشوات مختلفة وبسيطة وكي يجيز وين اعلش اللي ما نديروش دائما تغيير في الطاولة دياننا وكان نستمر حتى نكمل هديك الكمية كاملا اللي انا قدرتها بهاد الشكل هادا ونكون موجدة واحد القدر اللي كان نديرو فيه يتفور الطعام والكسكاس وكان نديرو فيه الماء يغلي ونخليه يغلي باش غادي نحطوه اي فور مزيان في هذا الكسكاس من ساليو غادي نكونوا موجدين هاداك الكسكاس نحطوه فيه هادا الرولي اللي يدرنا ونحطوه يتبخر المدة ما كتفوتش خمستاشل دقيقة ونطفوه عليه لانه ما خصوه شي طيب لي بزاف باش ما ينشفش لانه ما زال عاد راه رقيق راه عندي رقيق راه دغغية غادي غادي طيب راني مضرباته مزيان وما زال غادي نفوته عاد نولي نعود له نقليه ولا ندهنوه ونحشيوه في الفورن انا فضلت انني ندهنو هاداك الكلا صوص اللي كنت ذهنت بها مالداخل خليت بها وضفت عليها لمطاق الخردل وحركتو مزيان غير ذاك اللي كنت ذهنت به هاداك كبيرة خليت بها هاداك شوية ونولي ندهن ونولي نحرك مزيان وندهنو من الفوق باش يجي من السم يجي ببنين ما يجيش غير مفور هكا لا 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 احنا نكهات حال ما قدرنا ننكوه الحاجة ما نقصروش يعني ولكن المداقت يكونو في حدود المعقول هاد الشي اللي نوصيكم به في اي اكلة كان ندهن الكل بهاد الطريقة هادي وهاد الشكل هادا وهادش كلهم من بعد مما تفوروا وقلعنا لهم هادا كل سلوفان انت حم وكان نضيف الزبدة وماذا بيكم تكون زبدة زي ما زوينا حيوانية كتكون بنينا الزبدة عادي دير الزيت هو الزبدة كتعطيه تراوة وبانه احسن وافضر وكان بقى انقلي فيه بهاد الشكل هادا على نار مهيلة ما تجاهدوش للنار ابدا النار كتكون ناقصة وكان بدي نفوت فيه الطياب فوق هذيك المقلاب هاد الشكل هادا حتى يتحمر لي كامل من الجوانب كان مقام قبلته وكان غنقلب فيه من الجناب باش كامل ياخذ لي هادا كل الوين ويجيب هاد الشكل هادا صدقونا را كتجيشي حاجة ابنينا وزوينا وميني الطيب هادا هو شكله النهائي كان جيبو حد لموس يكون حاد وكان بقى انقطعو بهاد الشكل هادا دوائر وكان نستفو في الطبق اللي غدي نقدم فيه الطبق التقديم يعني كان بقى مستمره حتى نسالي كامل هاداك اللي انا قدرته كيجي شهوه منه كيجيشي حاجة زوينة وجديدة اعلى شله انا كنت رافقتو مع واحد واحد الصيني تاع الباطاطا بالبشاميل في الفورن غديم بعد نزلكم الفيديو نتاعو باش مايجيش الفيديو طويل ما بغتش نزلو لكم معه رافقتو معه لانه ضروري ما كنديرو شي حاجة نشفه كنديرو معها شي حاجة هكي يكون فيها شي صوس وهذا شكله من بعد ما انا ساليت له تقطع اراه كيجيزوين نضغ الفرماج كيجي في وسطه وكيجي مع اللق كيجي شي حاجة لي طوب غير جربوه غدي يعجبكم ماشي شي حاجة صعيبة شي حاجة سهلة وبسيطة اعلاش الله راه يتواتى مع الحريرة في رمضان اعلاش الله ما ننسي وشو نديروه في هات الشهر الفاضل اللي راه ان شاء الله راحنا مقبيلين عليه انتمنى انتمنى انكم تجربوه ويعجبكم يعني صراحة شكرا لكم بزاف لهادوك التعليقات المحفزة اللي كتعطوني شكرا لهادوك للايك شكرا لهادك الاشتراك لك تنوروني به دائما كما كان قول لكم تنوروني في القناة انتعب هذيك الاشتراكة هي اللي كتعطيني البوش باش نزيد القدام باش نزيد نتقاس معكم وصفاتي وما زال كتير ان شاء الله علاش الله شكرا لكم مرة اخرى ونتمنى الله انه يعجبكم الفيديو وتجربو الوصفة ونلتقي في وصفة اخرى وفيديو جديد والى اللقاء في فيديو اخرى ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة